اشتركوا في القناة تتعرف على وحدة قياس الشغل حل مسائل عددية على الشغل والمقارنة بين الآلة البسيطة والآلة المركبة وتسمية خمس أنواع من الآلات البسيطة ومن ثم كتابة معادلة الفائدة الآلية وأخيراً التمييز بين الشغل المبذول والشغل المنجز هيا لدينا هنا صورة لشخص يحمل أثقال إذن هو يبدل قوة وتعرفنا سابقاً على أن القوة هي المؤثر الذي يغير أو يحاول أن يغير من شكل الجسم أو حالته الحركية عند النظر إلى هذه الصورة واللاعب يؤثر بقوة في الأثقال ليبقيها مرفوعة هل يا ترى يبذل هذا اللاعب شغل أم لا؟ لا السبب أن القوة المؤثرة في الثقل هي لموازنة القوة الجاذبية إذن هذا الشخص لا يبذل أي شغل إذن متى يبذل اللاعب شغلاً؟ هذا ما سوف نتعرف عليه أعزائي الطلبة في درس الشغل والآلات البسيطة الشغل يكون عندما تؤدي القوة المؤثرة في جسم إلى تحريك الجسم في نفس اتجاه القوة المؤثرة إذن لابد أن يكون هناك قوة واتجاه القوة يؤدي إلى حركة في نفس اتجاه هذه القوة حتى نقول إن هذا الشخص بذل شغلاً الحالات التالية سنوضح كل صورة إذا كان الشخص فيها يبذل شغلاً أم لا نشاهد هنا في الصورة هذه أن هذا الشخص يبذل قوة على الصندوق واتجاه القوة إلى الأعلى بينما يتحرك الصندوق إلى الأمام إذن هذا الشخص لا يبذل شغلاً لأن اتجاه القوة واتجاه الحركة ليس في نفس الاتجاه أما الشخص الثاني فنشاهد إنه يبذل قوة على الصندوق فيرفعه من الأسفل وبالتالي فإن القوة المبذولة إلى الأعلى وكذلك الصندوق يتحرك إلى الأعلى وذلك يكون شغلاً لأن القوة والحركة في نفس الاتجاه أما في الصورة الثالثة فنشاهد إن هذا الرجل يدفع بالجدار هناك قوة على الجدار ولكن هل تحرك الجدار؟ لا إذن هذا الشخص لا يبذل أي شغل عندما يضغط على الجدار وصلنا الآن إلى النشاط التقييمي أعزاء الطلبة بالاستعانة بالمعلومات السابقة أجيبوا عن الأسئلة التالية لدينا جدول في هذا الجدول يوجد مثال نحدد اتجاه القوة واتجاه الحركة ومن ثم هل بذل شغل أم لا المثال الأول شخص يدفع الصندوق إذن هذا الشخص سيدفع الصندوق اتجاه القوة ستكون في هذا الاتجاه والصندوق يتحرك في نفس الاتجاه وبذلك أحسنتم سيكون قد بذل شغل أما في الصورة الثانية فيرفع الكتب إذن الكتب رح يكون اتجاه القوة إلى أعلى واتجاه الحركة أيضا إلى أعلى وبالتالي فهذا الشخص أيضا قد بذل شغل أما في الصورة الثالثة فهذا الشخص يحمل الحقيبة نشاهد هنا أن اتجاه القوة في أثناء الحمل إلى الأعلى ولكن إلى أين تتحرك الحقيبة؟ ممتاز تتحرك في هذا الاتجاه وبالتالي فهو لا يبذل شغل والآن نأتي لحساب الشغل ووحدة قياسه المعادلة ستكون الشغل يساوي القوة في المسافة كما نعلم أن القوة تقاس بوحدة النيوتن والمسافة بوحدة المتر إذن الشغل سيكون وحدة قياسه نيوتن في متر ولكن هذه الوحدة نسبة إلى العالم البريطاني جيمس بريسكوت جول سميت بوحدة الجول إذن الشغل يقاس بوحدة الجول والآن وصلنا لتقييم ما تعلمنا أعزاء الطلبة بالاستعانة بالمعلومات السابقة أجيبوا عن الأسئلة التالية السؤال الأول قوة مقدارها خمسين نيوتن تدفع عربة حاسوب مسافة عشرة أمتار المطلوب حساب مقدار الشغل الذي تبذله بداية القانون الشغل يساوي القوة في المسافة سنعوض عن القوة خمسين نيوتن وعن المسافة عشرة سيكون الإجابة خمسمائة جول نأتي إلى المسألة الثانية ولديكم دقيقة واحدة للتفكير فيها ترجمة نانسي قنقر احسب مقدار الشغل الذي يبذله متسابق في أولمبياد سباق الجري في أثناء ركضه مسافة مائتين متر بقوة ستة نيوتن الشغل يساوي القوة في المسافة القوة ستة نعوض عنها وكذلك المسافة مائتين عوضنا عنها بمائتين سيكون الإجابة هنا ألف ومائتين جول أحسنتم والآن مع الآلات البسيطة والآلات المركبة الآلة هي عبارة عن أداة تسهل الشغل من أمثلة الآلات مفتاح العلب وهي عبارة عن أداة تحول القوة الصغيرة إلى قوة أكبر وبذلك تسهل عملية فتح العلبة تنقسم الآلات إلى نوعين النوع الأول الآلات البسيطة والنوع الثاني الآلات المركبة الآلة البسيطة هي التي تتطلب فقط حركة واحدة مثل مفك البراغي الرافعة البكرة العجلة والمحور السطح المائل والإسفين وسنتعرف على كل واحدة منهم إن شاء الله في الدرس أما الآلة المركبة فهي عبارة عن آلة تتكون من مجموعة من الآلات البسيطة ومن الأمثلة على ذلك مفتاح العلب والعربة نشاهد هنا صور تمثل آلات بسيطة مثل الرافعة العجلة والمحور البكرة والسطح المائل والإسفين والبرغي أما كمثال على الآلة المركبة فلدينا هنا فتاحة العلب ما هي معادلة الفائدة الآلية؟ بداية ما هي الفائدة الآلية؟ الفائدة الآلية هي النسبة التي تضاعف بها الآلة أثر القوة المؤثرة القوة المؤثرة هي عبارة عن القوة التي نؤثر بها على الآلة مثل الضغط على مقبض مفتاح العلب أما القوة الناتجة فهي القوة التي تؤثر في الناصل الذي يقطع غطاء العلبة في مفتاح العلب أي المقاومة دائما تقاس الفائدة الآلية بهذا القانون وهو عبارة عن الفائدة الآلية يساوي القوة الناتجة أو المقاومة على القوة المؤثرة تتناسب الفائدة الآلية تناسبا عكسيا مع القوة المؤثرة فكلما زادت الفائدة الآلية قلت القوة المؤثرة ما هو الشغل المبذول وما هو الشغل المنجز الشغل المبذول هو الشغل الذي تبذله القوة التي أثرت بها في مقبضي مفتاح العلب إذن هو الشغل الذي تبذله القوة التي أثرنا بها أما الشغل المنجز أو الناتج فهو عبارة عن الشغل الذي يتناسب مع مقدار القوة الناتجة على الناصل عندما يتحرك إلى أسفل قاطعاً غطاء العلبة علل يكون الشغل المنجز دائماً أقل من الشغل المبذول لماذا يا ترى؟ يكون ذلك بسبب قوة الاحتكاك بين أجزاء الآلة والتي تعمل على تحويل جزءاً من الشغل المبذول إلى طاقة حرارية كيف تسهل الآلات البسيطة الشغل؟ تسهل الآلات البسيطة الشغل يا أما عن طريق تغيير مقدار القوة المبذولة أي نبذ القوة أقل من القوة المنجزة أو تغيير اتجاه القوة كما نشاهد هنا يسحب إلى الأسفل فيرتفع الجسم إلى الأعلى إذن غيرنا من الاتجاه وأحياناً تغير مقدار واتجاه القوة معاً كما نشاهد هنا في الرافعة إن القوة المؤثرة إلى الأسفل والمقاومة إلى الأعلى يمكن التحكم في ذراع القوة وذراع المقاومة عن طريق مكان نقطة الارتكاز فتتغير مقدار القوة وكذلك الاتجاه والآن وصلنا إلى النشاط التقييمي أعزاء الطلبة بالاستعانة بالمعلومات السابقة أجب عن الأسئلة التالية احسب القوة المؤثرة اللازمة لرفع حجر وزنه 2500 نيوتن باستخدام نظام بكرات فائدتها الآلية مقدارها 10 ما هو القانون يا ترى؟ ممتاز القانون قانون الفائدة الآلية يساوي القوة الناتجة قسم القوة المؤثرة وبالتالي نعوض عن الفائدة الآلية بعشرة والقوة الناتجة 2500 وبالتالي سنوجد القوة المؤثرة التي ستساوي 250 نيوتن السؤال الثاني صف طريقتين تبينان إن استعمال الآلة يسهل العمل ممتاز عن طريق زيادة القوة المؤثرة أو تغيير اتجاه القوة انتهى درسنا لهذا اليوم أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في دروس أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر